اخرج بس عشان يعني فيه كرة جات او بتاع فيش غير الكرة اللي في العرض او هو في ايه انا بقول لحضراتكو هو وافتكروني انسوا بقى اصلوا مين حيبى رئيس مجلس ادارة انا بقول لحضراتكو الزمالك رايح في حتة ليه بقى ايه وسط الدوري الربع الاخير من الدوري بس انما انت كان الفريد اللي قدامك ده كان عايش نفس مشكلتك وقعت ما انت واخد دوري وكاس اما كنت بلجنة انت واخد دوري وكاس وانت بلجنة فالفرقة ديت كانت ستاخد حاجة فجات السنة دي واخد كل البطولات وانت باخدتش حاجة خالص ومش هتاخد حاجة خالص انا بقول لحضراتكو احنا رايحين في سكة اللي يروح مايرجعش امبارح جمهور الزمالك نطق خلاص بقى خلاص بقى ابتدت الناس تستقيل خلاص بقى هو المهزلة دي تخلص امتى لا دولة عايزة تتحرك ولا جمعية عمومية عايزة تغير ولا لعيبة مستعدة تعمل اي حاجة خلاص بقى يعني استقرار بصوا للاهل فانيلا الحمراء فين الفانيلا البيضة انتماء متقدر برضو في فلوس متقدر في صبر الشحاد ده خد ترياية الامم صبر ماشي طيب يلا لغاية ما جي الراجل اللي عارف ازاي يحركه ازاي يحطه هو عارف ان ده الراجل ده بتاع اخر ستة ياردات هو الشحاد ده شغولته كده تديره في اخر ستة ياردات هو يتصر بارح جاب جون يعني معدي من انما بقى فكرة اصل بارح الخطة وان كانش فيه خطة ولا كان فيه اي حاجة انا بيضيقني ويقسفني انه نادي يضيع كده زي ما كنا بنترحم على الاسماعيلي ونقول الاسماعيلي وضعه صعب انا بقول لحضراتكم لو الامور كملت كده انت هتتكلم على الزمالك كده السنة الجاية مايعرفش انا عارف طبعا كورة ورياضة وبتاع وشرف ايه وعدي ايه يعني ما يعرفش ألم هذا الأمر غير اللي بيحب الندي فعلا طيب ماشي آه نتغلب واحد اتنين تلاتة اربعة إنما كان جاي بقى الخامس والأهلوية بتكلموا على بينلتي كمان زيادة كانوا عايزين ستة وسبعة